اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا ونضم معنا داود اهلا داود داود سلمان مرحوان اخي مساء الخير محمد مساء الخير عليكم جميعا مساء الخير عليك اخي محمد مساء الخير لكل المتابعين القناة عندنا محمد نور اول اول مشاهدين معنا بلنا استنيكم من اسبوعين والله احنا ما استنينكم كلكم وانا اوبي زكار نضم لينا وكمان اوبي اوبي من الناس الحبايبنا داود دلوقتي احنا شفنا الويك اند دوت فراري وعدت بسيارة قوية يحلوا مشاكل التجارب او سوري مشاكل ظهرت معهم في جولة استراليا ولقينا فعلا ويك اند متصدرين بارياحية كواليفاين لوكلير والفراري عمتا يعني اول وثاني السباق كان غريب جدا ديرامي يعني هذه الامور تحصل تحصل هذه الامور تحصل في في رياضة المحركات لكن ممكن نطلق عليه ديرامي ممكن لانه حداث ديرامية هو دا اللي حلو في الفورملواني الديرامية بالتأكيد بالتأكيد بالزبط من غير فورملو من غير ديرامية سوري مفيش فورملو صحيح صحيح لان انت احلى حاجة فيها نتنا مش عارف ايه اللي هيحصل ايه اللي في الكورنر الجاي او المنعطف القادم ايه اللي في الخبط المستقيم هيحصل السباق يخلص ينتهي على ايه دي احلى حاجة فيه بتأكيد كانت المواسم الاخيرة زي احنا عارفين كان فيه شوية ملل في بعض السباب بس الموسم ده ده فيه اكشن شوية في استراليا والبحرين نتمنى الموسم كله اكيد طيق قولنا نتمنى ذلك يعني يعني بصراحة الفراري يعني بعد سباق بعد النتائج الغير متوقعة في سباق في سباق استراليا تمام يعني والأداء الباهت لأسباب كانت مجهولة في استراليا لكن يبدو أن الفراري توصلت للأسباب وحلت المشاكل وبعد ذلك وصل القطار إلى البحرين وكما وعدت الفراري قدمت سيارة سريعة جدا على الخطوط المستقيمة وعلى مدار اللفة الواحدة تمام لكن يبدو أن مشاكل الموثوقية عصفت بالفراري مرة أخرى يعني هذه الأمور تحدث ممكن تحدث يعني السبب مشكلة هي توقف توقف أحد الاصطوانات الفسادة داود نعم طيب عبار ما ييجي داود نعم 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 هو طيبا فيه مشكلة في النت النهار للأسف شعر في إيئة طيب إحنا بس نشوف بعض الأصدقاء عندنا مهند الوالي بمنور حبيبي ومشتاق أكون مشتاقنا لك إحنا كمان مهند وليد الناصر السلام عليكم وعليكم السلام يا وليد محمد نور بيقول مفهود سباق البحرين يمكر على MBC درامع مفهود بفضغط يعني قالو نعم نعم معك 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 أنا التعليقات ما تظهر ما تظهر عندي التعليقات يا مفهود بتغسر بس بتيجي متأخر عشان عندنا أشرف عبد بيقول السلام عليكم عليكم السلام طيب دلوقتي احنا شفنا سباق البحرين زي ما احنا وصلنا آخر النقطة معك انه الموسيقية والسباق فقالو الموسيقية بالزبط بس هو تريبا الموسيقية مش جزء يعني تعتبر جزء مش الكل في الموضوع دوت احنا عندنا كمان حتى وجدنا فيتيل من بداية السباق وهو يعني زميل لوكلير أسرع منه من درجة لو شاهدنا من بداية المنعطف الأول ولوكلير كان بيحاول تجاوزه وفيد الوراء بعد كده بعد كده خلص تجاوز انتقص عمد صح هو لوكلير ليس في السباق واحدة في التجارب التأهيلية في التجارب التأهيلية ثلاث أقسام هوا أسرع من فيتيل في التجارب الحرة قسمين هوا أسرع من فيتيل وقسم الأول والثالث لذلك لم تقتصر لم تقتصر سرعة لوكلير على السباق فقط لكن على طول مجريات الأسبوع نعم نعم سمعني ما عيش أكمل لكلامك وصلنا يقتصر علي لم تقتصر سرعة لوكلير على السباق لكن أيضا في التجارب التأهيلية كان أسرع من فيتيل بثلاث عشر من الثالث ثلاث عشر من الثالث نعم طول مجريات الأسبوع وفي التجارب التأهيلية كان أسرع من فيتيل عندنا أشرف العبدي بيقول سباستن الرياح الخلفية أصلت على الترياكشن في المناطف أربعة وعند رجوعه على ثلاث عشر من سيريان عمال نعم على ثلاث عمال سبيل وفيتيل غير مرتاح من أول أسبوع كان يعاني من أندر سير كبير هذا صحيح هو ما كانش مستريح مع السيارة طريبا أيضا نفس الشيء كان في أستراليا غير مستريح مع السيارة صح صح لكن هو عاد يبدو بشكل عدائي وحتى فيتيل اعترف أنه كان خطأ فيتيل في مشكلة عنده في ضبط السيارة الموسم دوت لسه طريبا ضبط النهائي للسيارة يعني دي مشكلة يعني السيارة معها جهلة برحية للمشكلة اللي حصلت معها مع المحرك أمس كان زمان وفاز بالسيارة بسهولة بالتأكيد كان فاصل عشر ثواني عن لويس حملتن لكن هذه الأمور تحدث حتى لويس حملتن للأسف في مشكلة في الوصف فعلا أنا مش عارف إيه سببها طيب نكمل حدثنا داود نعم يعني لو لا المشكلة كان متقدم بأرياحية عشر ثواني عن لويس حملتن بالمركز الثاني ولويس حملتن تجاوز فيتيل لذلك حتى لويس حملتن وكل من في جائزة البحرين الكبرى تعاطفوا مع لوكلير وأولهم خصومة من تعتم إلى فيتيل فهذه الأمور تحدث لكن كان مؤشر قوي نعم 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 أشوفك أخي محمد نعم هو للأسف بيظهر عندي أنت الشاشة عندك ويقفتك بعد كده يبدو بعد كده بيظهر عندي رسائلت مسج error connection عن متد مش عارف في إيه لكن أنا إذا أشوفك بوضوح يبدو ما أعرف أنك يبدو أو يبدو لوت على الفيس لكن كان سباق البحرين مؤشر على بزوغ نجم جديد سباق البحرين كان مؤشرا على بزوغ نجم سائق موهوب وربما يكون أسطورة في الفورم الأوان محش أخواني في مشكلة في الفيس بوك الناس كلها بتقول الإشارة السجن الوحشة وفي نفس الوقت قطع عندنا فبدأنا الفيديو تاني من أول وجديد نعتذر هل حصل حاجة خارجة عن إيدينا خالص أرجو لو أنتم مستمعين معايا بلوقتي إذا إحنا قنا نتكلم مع الأخ داود أتمنى أنه هيرجع لنا تاني كل ما يخص سأنا نحاول نضيفه قنا نتكلم على الحصن مع فريق فريق والتوقعات التي إحنا توقعناها منهم أنهم هيتصدروا السباق فيتل أو لوكليير محمد نور وما رأيكم في مصيبة رينو في البحرين داود لو تعرف تعمل لي إضافة أنا مش عرف أضيفك مصيبة رينو رينو تقريبا هي محركها كوي آآ تعبا لوصلوا لل إنهم يطلعوا محرك كوي قدر يعمل معهم آآ سباقات كويسة جدا بس الأسف تبين فيه مشكلة في الموسيقية الإلكترونية هذا الأسبوع في جايزة البحرين ودي اللي اشتكوا منها في جمعة والسبت آآ والفي السباق أصلا الحد كمان وظهرت بقوة إنهم عندهم في أجزاء الإلكترونية خاصة بالسيارة فيها مشاكل والدليل على كده إن عندنا التراري إن هو يوقف في السيارة ويخرج منها لإن كان فيه مشكلة كهربة في السيارة وكان ممكن يتكهرب حتى إن هو مرجع ما رجعش الموكد أو عجلة الكيادة تاني مكانها في السيارة وكان الترتب عنها إن هو حصل لتحييق فهم عرضوا المشكلة ديت ما حصلش عقوبة دي ولا حاجة وده والدليل في نفس الوقت إن في نفس اللفة بعدين ما فيش بأمطار آآ ما فيش بعديه بأمطار حصل إن السيارة بتاعته هو كمان اتعطرت ولينا في الفيديو في الريبلي إن في دخنة آآ خرجت من السيارة فتقريبا هو في مشكلة لها علاقة بموضوع الأجزاء الإلكترونية أو الكهربائية في السيارة فدي لسه لم يتضح وقالوش حتى كمان بالنسبة آآ ايه مشكلته بالزبط اللي حصلت معا في السيارة بس هما يعني بواجه عام بيقولوا هي مشكلة اكترونية كان بتواجههم طول الأسبوع عايزي معلش هو في حاجة فعلا في الفيس مش طبيعية لإن حتى أنا أخويا منذ قليل آآ لما فصل دخل علي بيقولي في مشكلة في الفيس فعلا هو نفسه مش عارف يخش يشوف الفيديو كل شوية مش عارفين فيه النهاردة آآ نتمنى إن المشكلة يعني ما تطولش ونعرف نكمل الفيديو دلوقتي داود هو عمل الإيضافة نعمل ما عارف يوصي يبقى عبنا يسهل ويستمر معلش يا داود طريبا في مشكلة في اللايف أخويا لسه هاي باللوقتي العزائي مشاهدين معنا آآ أخويا دخل بيقولي هو فعلا مش عارف حتى من على عنده من على اللابتوب أو الموبايل إنه هو مش عارف يخش يشوف اللايف بتاعنا آآ في مشكلة طريبا في الفيس فعلا آآ إنه حتى أخويا مش معي على نفس الواي فاي هو عليه نتخاص لي للواحد فهو طريبا هي مشكلة عامة ما دم ربنا يسهل إن شاء الله إن شاء الله عادي يعني ما دعم النهونات يعني ممكن أي شيء بالضبط آآ ما عايشي بس قبل ما نبدأ نكمل كلامنا عشان فيه أصدقاء في الفيديو الأخير اللي كان مدته دقتين دوت وقطع تاني كان بيسألوا بعض الأسئلة للأسف أنا ملحيتش أراها عشان قدر أتذكرها حالا فعليت لو يكتبوها تاني وإن ناقشها معاهم والناشئة تعليقاتهم ماشي داود نوخش بقى نكمل دلوقتي كان فيه سؤال واحد بس اللي هو لحيته كنت تتجاوب عليه رينو رينو ومشكلة المشكلة اللي حصلت معها اللي إحنا عارفينه إن دانيال ريكاردو بالنسبة للسيارة واللي عارفنا المشكلة بتاعتها مشكلة كهربائية إن الفريق طلب من نوع نوع يوقف السيارة حالا معناها كالدائرة زي ما احنا شفنا حتى في الريبليين السيارة كانت بكهربائية يعني الشاشة جغالة كل شي جغال قالوا أوه في السيارة حالا أوكف أكفز منها بسرعة ما تمسي أي حاجة وفعلا دا اللي حصل حتى إن لما تبلغ بلع الحكام بلغوا أن هو محطش عجلة القيادة لما كانها في السيارة فلما بعتوا للتحريق هو ممثل القريق قالوا لهم إن السيارة كان فيها مشكلة كهربائية تدعي إن هو لازم يقفز حالا من السيارة وعدم لمس أي شيء منها حتى لا يحتل له نوع من زي ما بقوله الكهرباء صح دي كانت المشكلة بالزبط طبعا غير كده احنا عارفين إن رينو كان بتشتكي طول الأسبوع من إن في مشاكل في الأجزاء الإلكترونية أو الكهربائية الخاصة بالسيارة طيب هاكلبرغ إلا حصلوا نفس المشكلة إحنا شفنا فيه داخل طلعا من السيارة من وراء في الريبلي يعني أخي محمد هذه السيارات هذه الحقوة بين السيارات يعني مستوى التعقيد الإلكتروني والكهربائي بها عالي جدا يعني أنت عندك منظومة ERS اللي هي منظومة اللي منظومة استعادة الطاقة لمكونة MGUK MGUH والبطارية هذه المنظومة تحول الطاقة الحرارية من خلال MGUH اللي هي من التوربو تحولها إلى طاقة كهربائية وتخزنها في البطارية ومنظومة MGUK تحول الطاقة الحرارية المتولدة في مكابح إلى طاقة كهربائية وتخزن في البطارية عندما تحصل مشكلة كهربائية ربما هيكل السيارة كله يعني يكون في خطر من هذه التسريب الكهربائي ربما الساقة تؤدي إلى موت الساعة ولذلك قالوا له اترك السيارة كما هي يعني لا نعلم ما هي المشكلة ربما بالتأكيد أنا لاحظت السيارة أنت تلاحظ الجناح العلوي اللي هو مكان كاميرا الـ ملاحظيها تمام تحتها أكو مجموعة أضوية مصابيح تحت مكان التقاء هذا الجناح العلوي بجسم السيارة في مجموعة مصابيح عندما تكون باللون الأحمر فهذه معناها خطط لا تقترب ولذلك دانيال ريكاردو وهلكمبرغ ترك السيارة أو دانيال ريكاردو دانيال ريكاردو ترك السيارة لكت مشكلة كهربائية هلكمبرغ لو خرق دخنة أو نوع جزء زي دخان بسيط من مؤخرة السيارة ومع كان أي سببها بصراحة لم يتشف فريق ريكاردو على ما قرأته دقيقة لم يتشف فريق ريكاردو عن سبب وقوف سيارة هلكمبرغ لكن من المفاجأ أنه سيارة هلكمبرغ وريكاردو في نفس المنعطف نفس المنعطف ونفس الدقيقة ونفس الدقيقة بالضبط 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 يعني من الأمور يعني هذا اللي قال الأخ محمد نور على ما أظن قال إنه يجب أن يذع على MBC دراما وهذه واحدة من بالضبط يعني هذه من اللحظات الدرامية في السباق بالضبط عندنا شازلي ثابت أريد شكرا على عودتكم عندنا ماتو ماتوب محمد هل المشكل ماتوب محمد هل المشكل لذي حصل ممكن تفديه مستقبلا عندنا محمد نور يقول ممكن الويليامز أبطأ من أي سيارة بثلاث ثواني في اللفة أين الفريق البطل منسل بروس بلنوف هيل سينا سينا عندما مات عندما مات في الحاجف كان في وليامز ما كان في الويليامز بذلك كان فريق الأبطال كان فريق الأبطال كان كل السائقين يعني يتمنون القيادة لهذا الفريق للأسف هذا مستوى فريق الويليامز ربي فطبيبا تطوير السيارة عندهم يعني شبه غير موجود أو متعاكل عن باقي الفريق وشفتنا وشفتنا أيضا نحن في التجارب الشتوية بالزبط غيومين ونصف كاملين من التجارب الشتوية راحوا عليهم لأن السيارة لم تكمل بعد فمحدش عارف يعني ما سيحدث السيارة نرد على محمد يقول المشكلة اللي حصل للكلير ممكن تفاديه مستقبلا بالتأكيد الفراري لن ستعمل كل جهودها لعدم تكرار هذه المسألة لنذكر سباق اليابان 2017 في انسحب من السباق بسبب شمعة احتراق تكلف 10 دولارات بالضبط بالضبط فهذه الأمور واردة في رياسة المحركات يعني 10 دولارات توقف سيارة سعرها بحدود 10 ملايين 15 مليون يعني اركم محترمة بالتأكيد بالتأكيد فهذه الأمور حوة حتى للكلير قال انا اعلم ان هذه الامور واردة الحدوث في عالم الرياضة المحركات اما لويس هاملتن فقال مررت بما مر به للكلير اكثر من مرة نذكر سباق ابو ظبي ابو ظبي 2012 كان هو المتصدر وخرج من السباق سباق سنغافورة ايضا كان في اي موسم 2012 اظن 2012 ايضا كان متصدر وخرج من السباق على فكرة جميع الابطال المعروفين في تاريخ الفورميلا حتى الان من سنة خمسين لحتى الان الفورميلا وعلى فكرة من قبلها ما كان تسمى الجايزة الكبرى من بداية العشينات القرن الماضي حتى الان يشوفوا مع تطور كل السيارات ديت ما فيش بطل من الابطال او السائقين المعروف من يعتبر الابطال الفورميلا إلا لتعرض لحوادث غريبة كان المشجعين لا يتوقع أن يتحبث له في سباعات مهمة في مسيرته صح ميكاهاكينن 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 ميش في اللفة الأخيرة في إسبانيا في اللفة الأخيرة انسحب في اللفة وورث وورث الفوز مايكل شوماخر لذلك هذه الأمور تحدث لكن بالتأكيد فراري ستقوم بكل شيء لرمان عدم تكرار ذلك عشان بس نتابع متابعينا الكرام من إنسان ومش هدينا موت وجه محمد بيقول اللي أظن أنه أظن كان غبار وبيكان على مشكلة الكريير برضو لا 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 لأي مشكلة داخل المحرك لأن المحاوة اشتكى أن المحرك كان فيه صوت غريب حتى إحنا سمعنا في صوت المحرك كان باين في النقالات إن فيه حاجة مش عادية مش نفس صوت محرك الفراري أو نفس صوت المحرك طool في السيارة عندنا ساليم عثمان ما رأيك في فرق فرق الصدارة يعني فرق الوسط هو يقصد ما رأيك في فرق الوسط الكلام دائما عن فرق الصدارة يعني فرق الوسط يعني ما لدينا الآن مكلارين تتقدم فرق الوسط أثبتت يعني قدمت أداء رائع مكلارين عندنا فريق هاس لكن هاس كان ضايع في البحرين عندنا فريق الفاروميو الفاروميو أيضا قدم أداء رائع في البحرين وفي استراليا أيضا لدينا فريق رايسيند بوينت يعني بعد يعني الآن هذه النقطة الأولى لكن بالتأكيد بالتأكيد فريق الرينو يعني للأسف في سباق استراليا يعني كان كان حظ عاثر لدانيال ريكاردو لكن نيكو هولكنبرغ قدم أداء رائع لكن في هذا السباق يعني كان أداء فريق رينو يعني غريب الدراما لا تعرف ما الذي حصل يعني سيارتين رينو في نفس المنعطف يعني شيء غريب نفس الضيئة يعني متتاليين وربعة لم يكملوا الضيئة وكانوا السيارتين خارجين عندنا نشأة قابر أتفضل بلغط يعني كأكمل أكمل نعم نعم فباللغط ففريق الرينو يعني في الجولات القادمة سيتضح أكثر بصورة أكثر وضوحا مستوى فرق الوسط لأنه الآن يعني الجولة الثانية ويبدو أن فريق الماكلارن في تقدم بالظبط عندنا في شازلي سابت بيقول ماذا حدث في الظبط عند لوكلير هو اللي حصل زي ما احنا كلنا عارفين حتى الآن إن هي مشكلة في المحرك نتج عنها بط في السيارة مع نهاية يعني على قرب نهاية السباك فده اللي استمر معها غيرت مخلص مكة الثالث وتمكنت منه مرسيدس السيارتين من تجاوزه كان ممكن نرده لولا سيفتي كار نعم للأساء عندنا نشأة جابر يونس رهيب أستاذ عبد أستاذ عبد أنا مش فاهم يقصر دي وضح لنا يبدو يعني ما أعرف يبدو نشأة عندنا معتوق معتوق محمد هل حصل تعديل على الأضواء عند شبكة الانتلاك أم لا أنا لم ألاحظ التغيير التغيير أنا تتنجرته في أحد المنشورات بجيب بعض الصور أنه هما مش ركبوا وحدة إضاءة كاملة فوق هما ركبوها جانبية جانبية لو تلاحظتوا فيه صورة أنا معلم يعني جبتها معنات نتعلم على مكان العمود أو اللي تركب على العمود اللي هو أنتوا عارفين الصور الحديد اللي هو بالسلك ناحية الجمهور وناحية البيتلين الصور السلك دوت المرتفع بيبقى كل عشر باكيات موجود عمود رئيسي بيعمل توازن للصور دوت وهو العمود الرئيسي ده عشان ده يعتبر أسمك وأدخن عمود وسابت في الأرض كاموا بتركيب اكستينشن صغير فوقي كده عشان يحطوا عليه إشارات صغيرة زي اللي كانت في أستراليا عشان يراها صف السقاكين اللي في الخلف ويتركبت فعلا كبول اكستينشن دوت بس بقيت بالأسف ماش صور نهائية لها عندنا بايار عبد الناصر واضح ان محرق رينو أفضل بكثير من هندا يبدو ذلك يبدو ان محرق رينو أفضل من محرق الهندا لسبب بسيط انه رينو يعني منذ بداية الحقبة منذ بداية حقبة المحركات الهجينة هم في يعني في الفورمولا وان وكانوا يعني مع فريق الريدبول وفريق التوروروسو لكن فريق الهندا للأسف قضى ثلاث مواسم أو أكثر من ثلاث مواسم مع فريق المكلارن وهذا طبعا يعني سبب له إحباط كبير لو كان منذ بداية الحقبة مع فريق الريدبول ربما الآن كان ينافس محركي ربما لا أعلم ربما كان ينافس محرك الفراري والمرسيدس ربما لو نظرت نعم فضل كم من أكبر نعم لأنه أنت يعني مستوى محرك الهوندا في الوقت الحاضر مستوى جيد الآن هلموت ماركو قبل أيام صرح أنه ربما عشرة أحصنة أو قليل من عشرة أحصنة الفارق مع محركي الفراري والمرسيدس لذلك ربما خلال هذا الموسم ربما نرى قفزات في محرك الهوندا أعتبر محرك جيد بس هو الفكر ممكن إخد حقه مع مكلارين لأن مكلارين دايما بتشترط على أي حد يصنع لها محرك أنه يكون واخد نفس شكل الشاسي بتاع السيارة ودي كانت مشكلة أن هوندا مش عايفة تصمم محرك بالأجزاء أو قطع اللي حواليه خاصة وحدات الطاقة التيربو كله بأن هي كف وتدي موسيقية أفضل وتدي إنتاج طاقة محرك أفضل فدي كانت مشكلتها مع المكلارين إن هي ما عندهاش فرصة إن هي تطور المحرك اللي هي محدودة بشكل معين ما ينفعش إن هي تغيره بالنسبة للسيارات بالنسبة مع الريدبول وطروروس لأ الريدبول قالت وطروروس قالوا للهندا صمم المحرك بالطريقة اللي تناسبك حطي قطعك وحدات الطاقة بالطريقة اللي تناسب إن تدي أداء جيد للمحرك وإحنا هنصمم الهيكل بناء عليه وده اللي حصل فعلا عشان كده إحنا شايفين إنه في نتائج بدت تظهر مع الهندا وإن كانت ليست قوية كنا نتوقعينها بس في تحسن للأمام ده ما بيقولوا في تحسن بيسعب تدريجيا للأمام هنلاقي ممكن على المنتصف الموسم أو عبد نهاية الموسم في فرق كبير جدا للهندا بينها وبين الآن عندنا سليم عثمان أظن إن مشكلة الفراري نفس مشكلة العام الماضي الفائت يعني في الاستراتيجية فقدت السباقات كانت تكسبها بسهولة بسبب استراتيجية غير ناضجة لا بالعكس يعني السباق ده ما كان في نظري وجهة نظري لا كانت استراتيجية رائعة من الفراري بالضبط لا يعني أنا بتكلم أنه مشكلة استراتيجية أنا بتكلم أنه حصد السباق المحرق ليس بي مشكلة استراتيجية هي مشكلة محرق ومشكلة قيادة فتل يعني مشكلتين تماما بعيدا عن أي استراتيجية يعني اللول فتل اللي حصل معاه والجناح اللي هو بيقول أن الالتفاف اللي حصل معه في السباق وتأثيره على الإطارات ليس له علاقة بفصل الجناح لأن فصل الجناح ده حصل لاحقا بسبب أن السباق كانت غير متوازنة بسبب الإطارات المشكلة الحصل للإطارات فتريبا يعني دي ما هي جعله بالستراتيجية ودي يعني اللول لأن هو دخل مرة ثلثة عشان يغير الإطارات الجناح كان ممكن يفضل متصدر خلف الوكلير ويلحق تاني هاملتون بالزبط فهي طريبا بعيدة تماما عن أي استراتيجية في خاصة بالسباق خالص بالعكس فراري استراتيجيتهم كانت تمام الإسبوع هذا بالنحية الإطارات بالزبط والأفضل أنه يعني لماذا أريد أقول للأخ سليم فريق الفراري أبقى إطارين جديدة وأنهى إطارات ميديوم جديدة إطارين ميديوم جديدة وإطارات السوفت تقريبا كلها استعملها في التجارة الحربة التأهيلية مع هذا مقبول لكل ساك بالتأكيد بالتأكيد بقيت لكن فريق مرسيدس أبقى أبقى مجموعة واحدة من إطارات السوفت الجديدة لذلك رأينا أنه لويس هاملتون بقي يعاني مع التوقف الأول بعد التوقف الأول كان لويس هاملتون لا يزال يعاني مع الإطارات لكن بعد أن يعني بعد أن دخل إلى التغيير الثاني وتحول إلى الإطارات الميديوم نرى في لفة واحدة قلص ثلاث ثواني إلى قبل أن يدخل قبل أن يدخل إلى وقفة الصيانة الثانية كان الفارق بينه وبين ثلاث ثواني بمجرد خروجه كسب هذه الثلاث ثواني من جديد وعادت سيارة المرسيدس إلى يعني عادت الحياة لسيارة المرسيدس حتى لويس هاملتون قال أنا أعاني مع السيارة مع كانت الإطارات السوفت لذلك أنا أرى أنه استراتيجية الفراري كانت متقنة في سباق البحرين هي كانت ممتازة لأن حتى يعني هما أصلا هما اعتمدوا على الميديوم وهم اعتمدوا على الاستراتيجية زي ما ذكرناها بالسباق الخاصة بإفريلي بعض الاستراتيجيات الخاصة بالإطارات أنه يعمل بالصوفت اللي حاجة لعشرين لفة أو حاجة عشرين لفة ثم يبدل الإطارات ويكمل بالميديوم لآخر السباح أو أن هو يغير ميديوم باتستوب آخر ويكمل بميديوم آخر لآخر السباح وطريبا دي كانت استراتيجية نكحة أنهما اعتمدوا توقفين ميديوم ميديوم فكانت طريبا النتيجة رائعة معهم للأسف هي لولة بس مشكلة اللي حصلت مع بيتل بسبب القيادة خاصة به ومشكلة لوكلير مع المحرك كان زمنا شوفنا على قل المنصة واحد اثنين او واحد ثلاثة للفراري بالزبط بالنسبة لبريار عبد الناصر يقول أزمينة ريت بول العام الماضي مع هذا العام في البحرين يوضح هذا شيء عام الماضي كان فارق 14 من معفرق الصدارة هذا العام 18 مع هندب بالحقيقة يعني ماكس وغازلي كلاهما بعد السباق قالوا انهم لم يكونوا مرتاحين مع السيارة مع ضبط السيارة ربما مع تغيير الاطارات ربما مع عامل الرياح ربما مع القوانين الانسيابية الجديدة لذلك كان مستوى يعني ضعيف نسبيا من الريدبول لكن هو الوكيند كله كان بين انه في مشكلة مع السيارة اغوما غير مرتاحين سواء الجمعة أو السباق بالتأكيد 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 طول طول فترة يعني عطلة نهاية الاسبوع الاسبوع اللي هي ثلاث حصص من التجارب الحرة وحصة تجارب تأهيلية وسباق ماكس لم يكن مرتاحا ابدا مع السيارة وكذلك غازلي بير غازلي لذلك لا يمكننا أن نعزي سبب تأخر الريدبول بسبب محرك هوندا ننتظروا سباق الصين وسباق باكو عندها ستتباح الصورة بشكل كبير وأيضا سباق الصين سباق رقم الألف في تاريخ الفورمولا هيبقى نار عشان كل واحد يحط بصمته في السباق الألف بزبط بزبط يعني انتوا انتظروا سباق الصين ده يعني احنا شفنا دراما غريبة في البحرين يعني نشوف حاجات أغرب نعم لأنه الدراما يعني تتوقف يعني نريد أن نشاهد سباق مثير معارك بين الفراري والمرسيدس يعني هذا ما يزيد من متعة المشاهدة بتأكيد ما وعشان يحصل معارك لازم يحصل شوية دراما معي باد نفس حكاية حدي الإطارات ما تنشيش مع استراتيجية يبدو يبدو أنك تعشق الدراما يبدو أنك تعشق الدراما لكن فعلا كان كان محزن يعني الدراما كانت محزنة بصراحة بص هلك حاجة هي الدراما في السباقات عمتن سواء الفورمولة لو ما كانتش فيه جزء لو صغير من الدراما في السباق مش هتحس بالمطعة أن أنت بتبقى يعني أنا واحد مثلا من الناس وإنتوا عارفين أن أنا مش بشجع فريق محدد أنا من نوع يعني أحب أتفرج على السباق الجميل أشوف ده بإناف ده إزاي تجاوزوا إزاي ما الصدم فيه حصل إيه الكلام ده كل سباق البحرين أمس كان جيد جدا ممتاز جدا الدراما اللي فيه ساعدت أن السباق أنت مش هتحس بيحصل مرسيليس بتشتيكي إطارات لوي ساملتون بوتس لسه وراء ما وصلش في المركز كزا لوكلير فجأة بيشتيكي محرك طب مرسيليس سلعت قدام عارف لو أنت مش هتحس بيحصل فرق الوسط أنت مش عارف يعني هينتهي على إيه يعني أنا قاعد حتى مثلا يعني مثلا من الحاجات برضو الأخوية بعض السباقات اللي ما بيحصل فيها الدراما هو السباق ينتهي إزداء أنا بقوله ما عرفش صح أنا بسعيد وأنا بقوله ما عرفش لأنه ده بيخليك متشوق أنت عايز تقعد لأخر دي هيعفل لا يحصل صح إنما الموسم الماضي والمواصم السابقة كان فيه بعض السباقات أنت ممكن تبقى أنت قاعد خلاص عارف النتيجة هم العشرة لوائل كذا خلصت ونتوصل لأخر اللفة آخر اللفة في السباق وهم فعلا كده صح يعني هذا نفس هذا أخي محمد هذا نفس اللي قال براين تايلر اللي مؤلف موسيقى الفورميلا وان قال بالرياضة بصورة عامة أنت ما تعرف ماذا سيحصل لكن الفورميلا وان بالذات ما تعرف ممكن محرك يحترق ممكن وقفة صيانة تتخرب الساق يعني رأينا ماذا حصل العام الماضي في البحرين مع كيميا رأيكون الوقفة الصيانة خرج كيميا من السباق هذا جمالية الجمالية الفورميلا وان لكن كان سباق البحرين دراما أكثر من اللازم هو بص هو كان دراما لكن الحتة أكثر من اللازم دي كتنع له كلير يعني بصراحة الناس جميعا سواء بيشجعوا فراري لا يشجعون فراري أو واحد دي حالاتي لا يشجع أي طريق تمام بل أشجع الفورميلا نفسها والسباءات نفسها فعلا احنا كلنا كنا حزنين جدا اللي حصل للوكلير أول سباء ليه يتصدر السباء قدام أبطال عالم يعني تخين يعني يعتبر تاني سباء ليه مع فراري مع سيارة قوية وخبرته كلها في الفورميلا موسم واحد فقط يتصدر أمام أبطال عالم من بعد اللفة الأولى لأنها أخرى كان مفهود يفوز بالسباء وكانوا توقعينها دي وأنه يحصل معا كده فتخال صدمته كشاب لسه في الفورميلا وكان سعيد أنه ينجاز مع فريق كوي فراري من أول أخي محمد هو قال أنه حلم حياته أنه يفوز في جائزة كبرى لكن لكن هذه خصومة حتى لو رأينا من كاملة مع لويس هاملتون لويس هاملتون أشار بيده اعتذارا من لوكلير عندما تجاوزه حتى لويس هاملتون قال أنه انتابني شعور غريب عندما تجاوزت لوكلير وبعد النهاية السباق وعندما وقفوا في أوقف السيارات في المنصة ذهب إلى لوكلير وحيا وأيضا أتى سباستيان فيتيل إلى لوكلير وحيا لذلك أنا أعتقد هذا الشاب له مستقبل واعد وعرفك نفس الموقف بتاع لويس هاملتون مع لوكلير ما تفكركش بحاجة كلمنا من شوية تذكر سباعة أسبانيا مايكل شماخر وميكا هاكنن بالتأكيد بالتأكيد شفت لما ميكا هاكنن صارت وعطلت شماخر تجاوز وبعد صار عطلت يعني كان فيه تقريبا نصف لفة بينه ميكا هاكنن راح عند البيت اللي ما وصل راح لميكا هاكنن وتطمن عليه وتتزرر لحصل وعرفك ميكا هاكنن مش هنقول ان هو وصل لمنصة ماكس سالة خسر السباق سيارته خرجت خرجت آخر لفة قبل عند المنعطف الأخير أو قبل المنعطف الأخير بالتأكيد قرب المنعطف الأخير نعم نعم بالتأكيد مايكل شماخر اللي احنا عارفين وبطل عالم واخد عدة بطولات وربعة خلص السباق وما كانش سعيد ان هو فاز وراح سلم عليه حتى لما كان وقف على المنصة ماكلش ماخر يعني مش الابتسامة المعهودة بتاعته أو النظرة بتاعته تحس ان هو مش عاجبه الفوز ده فوز ماستهل فوز ما حصلش فيه تحدي فوز جاله بسهولة كده بسبب سيارة عطل نفس الشيء اللي هاملتون بطل عالم شاب بتاعت ده هو وفيتل تمام وابطال العالم وناس عندها خبرة في الفورم وهو لسه جديد ووصل كان حيفوز بالسباء وحصلت معاكم فأكيد تعمل فوز بيختلف عندنا عبد الناصر بيقول نعشق دراما بس ليس مثل ما حصل مع علم لسه مشجع فراري ولا مرسيدي هذا شيء ايه طبع انت بتشجع ايه طيب قبلها ابو هادي يقول سؤال ابو هادي معايش الكومنتات رأيت فوق السلام عليكم اخي محمد واخي داود وعليكم السلام نخشع كومنت التاني اللي هو بعد عبد الناصر ابو هادي بردو بيقول سؤالي الاول لماذا يحصل كل هذه المشاكل مع الفراري هل هنهم يضغطون على تطوير المحرك اكثر من لازم اما هناك مشكلة اساسية في المحرك ام انها مشكلة موثوقية لا بالتأكيد ليست ليست مشكلة في المحرك وليست مشكلة موثوقية ولا ايما العام الماضي لم نرى اي خروج اي انسحاب لسيارات الفراري لم نرى العام الماضي ولا حتى العام القبل العام القبل يعني خروج فيتيل فقط في في اليابان وفي ماليزيا ايضا حدثت مشكلة في التوربو وانطلق من مؤخرة الترتيب لكن في اليابان كانت مشكلة شمعات الاشتعال شمعات الاحتراق شمعات الاحتراق بضبط شمعات الاحتراق لكن في العام الماضي الفراري لم تتعرض لأي مشكلة انا اعتقد ان الصوت الغريب اللي حصل مع المحرك اذا لم يكن شيء داخل المحرك على شمعات الاحتراق او شيء اخر ممكن يكون احدى وحدات الطاقة المتوصلة بالمحرك عملت وقفت او حصل لها مشكلة فالمحرك اصبح غير متوازن في اصدار الطاقة الخارجة منه عشان كده السيارة حصلت مشكلة بقت بطيقة ربما ربما اخي سيارات معقدة او ثانيا هذه رياضة المحركات يعني عادي بالزبط اه يعني انا تتوقع اي عطل ممكن يحصل بالزبط بالتأكيد عندنا محمد يسري بيقول كنت تتمنى اول بولديوم للوكلير يكون مركز اول لكن هو صائق موهوب والسنين القادمة هتكون له واعتقد هينافس بقوة السنة دين اكيد اكيد هو باين من او باين من سباق والسطورة والسطورة بحيان هو قوي ومن التجربة الشتوية وصيارته يعني اسرع وبيتريبا بيعفز بوتها افضل وحنشوف منه نفس حلو جدا اكيد جميع وسائل الاعلام والمتابعين والنقاد في الفورمولا في الفورمولا وان اجمعوا على هذا الرأي ان لوكلير ربما هو الموهبة القادمة في الفورمولا وان وربما سيكون هو النجم لربما لعقد كامل من الزمان ربما اكثر من عقد من الزمان وليعايز يتأكد من كده يراجع سباقات الفورمولا وان الفورمولا ايسف لوكلير لما كان بطل العالم وانشوف كان بيعمل ايه في السباءات هتعرفوا فعلا احنا سباقات الموسم الماضي اخي محمد كان دائما يسجل النقاط باستمرار في سيارة لا تعود للنقاط في سيارة الساوبار كان باستمرار يسجل للنقاط من العام الماضي كانت موهبتة واضحة جدا واضحة وكان يتأهل باستمرار يتأهل عندنا براير عبدالناصر تتوقعون مكلارين هذا عام يتفوق على الريدبول أو يحصلون على بوديوم من زمان منتظرين هذه العظيم ربما إذا حدثت دراما في بعض السيباغات ربما يحصلون إلى المنصة لكن أن يتفوقون على الريدبول لا أعتقد يعني ممكن هي تبقى دراما زي ردبول يخرج السيارتين ألفا روميو مع السلامة هم كمان رينو مع السلامة بقى مكلارين هم يوصلوا إلى المنصة ومرسيديس وفراري كذلك ما يدعبك عشان يوصل إلى المنصة نتذكر أخي محمد 2006 نتذكر سباق أنديانا فولوس في أمريكا 6 سيارات فقط 6 سيارات شتركا بالسباق ما حدش عارف إلا هيحصل في كل السباق فممكن يا أخي يعني كل شيء وارد كل شيء وارد فممكن لكن أن يتفوق المكلارد تتفوق على الريدبول هذا مستبعد جدا 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 ما عندنا ما طوق محمد بيقول هل تروحزون أن سيناريو الموسم سوف يتكرر لكن بالعكس المرسيديس في الموسم الماضي كان لها محرك كوي ولكن الحظ لم يخدمهم الحظ لم يخدمهم وهذا يحصل مع فراري هذا الموسم الله أعلم لا يعني احنا في بداية الموسم يعني لا نستطيع القول أن السيناريو يتكرر ربما السباق الأول والثاني لرومانا كروشون كان بالضبط كوبي بيست مثل ما هو سمع يعني ينسحب من السباق الأول في استراليا بسبب آلية تثبيت الإطار الأيسر الأمامي وهذا الموسم أيضا الإطار الأيسر الأمامي ينسحب من عنده يعني ينسحب من استراليا بسبب نفس المشكلة وانسحب أيضا من البحرين لكن لا نستطيع القول أن فريق السيناريو سينطبق مباشرة على فريق الفراري والمرسيدس لا بالضبط أنا أتوقع هذا الموسم السيناريو مختلف تماما أنا أريد أضيف حاجة للناس اللي هي لسه معداش خبرة قديمة قوي بتاريخ الفورمولا لو رجعت لكل فترة من فترات الفورمولا من سنة خمسين حتى الآن كل عدة سنوات لما بيحصل تغيير في القوانين خاصة بالسيارة كإنسيابية كمحرك واه 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 تمام؟ أول موسم بدايته وكمان تاني موسم كمان ما فيش فهم مشكلة داية بيحصل لخبطة في ترتيب الفرق بالزافة في السباقات الأولى ليه؟ لأن لسه تعديلات جديدة، كراءات جديدة، محرك بيحصل فيه مشاكل لأنه لسه فيه تصميم جديد ليه فمحتاج يحصل له تعديلات الإنسيابية لأ مش مضبوطة معهم، عاملة معهم مشكلة هنا، عاملة مشكلة كذا فده لسه بيبقى في الأول على فكرة، احنا هنشوف المشاكل دي تريباً غد منتصف الموسم مع كل فريق، ليس فراري فقط مشكلة سواء في المحرك في الإنسيابية في الإطارات، لأن الإطارات الجديدة، أو ما را يتعاملوا معها كطع إنسيابية جديدة، تحديثات إنسيابية وأيروديناميس جديدة تماماً حسب الكونين الجديدة، المحرك حصل فيه بعض التعديلات موسم 2020 أيضاً حيبقى فيه بعض التغييرات منها اللي احنا سمعنا عنها من يومين، أن فتحات التهويع الخاصة بالإطارات اللي احنا بنشوفها الجانبية من الداخل في الإطارات العمامية اللي هي الـ سيتم تزويد بها من مصدر أو مصنع واحد لجميع الفرق يعني هيبقى شكل سابت محدد موحد لجميع الفرق، مفيش كل فريق بيعمل تصميم على مزاجه أو كما يريد زمانيونة بنضغط لقطع قياسية معينة من أجزاء السيارة، نعم، لخفض النفقات فهي 2020، إذا تمت الموافقة عليه هذا الموسم، فمن 2020 هيبقى فيه مورد للقطعة دية مع بعض التعديلات الأخرى اللي ممكن تحصل، فنحن توقعين الموسم ده والموسم القادم وموسم 2021، بداية السباءات، بداية الموسم، ويغادة منتصف الموسم يعني إحنا مش عارفين إيه اللي بيحصل مع الفرق بس عشان بيفاهمين، ده وضع طبيعي، لأن فيه تغييرات بتحصل في القوانين، مثل الكلام ده كله وتغييرات ليست تغيير مثلا إنسيابية فقط، أو محرك فقط، أو إطارات فقط، لأ أنت عندك طريبا معظم الأشياء كلها تغيير محرك، إنسيابية، وحدات طاقة، إطارات، وزن السائق، وزن السيارة، الأبعاد، وكلام ده كله للسيارة كل ده دي عوامل دخلة متعاملة مع بعض، أنت بتشوفها شكلها حلو، السيارة جميل قدامك، ثم بالنسبة لهم لا هي لسه فيها مشاكل، ممكن تكون لسه لم تحل أه، السيارة عملت سرعات عالية وموسيقية عالية في التجارب الشتوية، وعملت أيضا في أول سباق، بس لسه في حاجات بتظهر، أو يعني الكريات، أو بتظهر لهم، بتبايلون، لأن لسه في مشاكل فهي مش أول سباق ولا تاني سباق، إحنا لسه قدامنا شوية سباقات حلوين يعني بزبط، عندنا متوب محمد بلما رأيكم في لورانس، لاندو لورانس لورانس؟ لورانس، لاندو نوريس، 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 سوري نوريس، هو كدام لورانس، لاندو نوريس، لاندو نوريس، نعم يعني أثبت، يعني من السباق أستراليا، يعني أيضا سؤلت نفس هذا السؤال، قلت إنه هذا الشاب واعد، وله مستقبل كبير في الفورمولا يعني أعتقد أنه هذا الشاب سيثبت وجوده، لكن أتوقع من ضمن مجموعة الشباب، يعني الجيل الصاعد الحالي، اللي هم، لأن نستثني ماكس، ماكس لأنه قديم في الفورمولا من موسم 2016، لكن في الجيل الحالي، لوكلير، لاندو نوريس، جورج راسل، وأيضا من لدينا آخر؟ ما بين هؤلاء الثلاثة أعتقد النجم الساطع بينهم و لوكلير، لوكلير، النجم الساطع بينهم بالذات، عندنا ساليم، عصمان، ما رأيكم في ابن مايكل شماخر، يوصل على مايكل شماخر هلأ ومستقبل وعد؟ لا، لأنه أعلم بعد، وهو تقريبا لسه أول موسم في الفورمولا 2؟ بالتأكيد بالزبط، ولسه هي نعم، 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 كمّل أخي محمد، عفوا أقصد أنه لسه يعني في الفورمولا 2، ولسه يعني هيبدأ التجارب اختبارات البحرين، تقريبا بكرة أو يوم الأربع حسب اليوم الجدول بتاعنا، نشغل معهم على فكرة منذ قليل، هنضيف بس تعديل للجدول الملحوظة بس بذكرتها، ننسي ننضيف فلندو ألونسو مع الماكلارين يوم الأربع، بس هو موجود مكشماخر مع فراري على ما أظن يوم الثلاثة، ومع مين يوم الأربع؟ مع الفورميو، سيكون يوم الثلاثة في اختبارات البحرين مع فراري، ويوم الأربع مع الفورميو، فهو لسه اعتبر جديد، لسه بيعتبر، هو يعني سأق اختبارات صحيح، أخذوك سأق اختبارات شاب مع فريق الفورميو، أو فراري، بس لسه اعتبر جديد، لنحكم عليه دلوقتي إزروفه، لننتظر نهاية الموسم، إذا أثبت موهبة في قيادة سيارات الفورميلا 2، فهذا معنى أنه لديه موهبة في قيادة سيارات الفورميلا 1، انظر إلى لوكلير، لوكلير يعني كان نجمة ساطعة في الفورميلا 2، وعندما أتى إلى الفورميلا 1، ساطع نجمة زياء بمقدار أكبر، لذلك، كان بطال عالم في الفورميلا 2، بس في بعض الساقين على مرة على تاريخ الفورميلا من وقت إنشاء الفورميلا 2 والفورميلا 3، كانوا أبطال عالم في الفورميلا 2، بس ما عرفوش يعملوا حاجة في الفورميلا 2، للأسف. ربما، يعني ربما للأسف، لكن يعني مش كلهم، بس كان في بعض الحالات، فإحنا مش عارفين لسه الوضع هيكون عامل إزاي. عندنا في محمد نور بيقول هل استوانة واحدة تؤدي لدعف المحرك بهذا الشكل؟ أكيد إنت عندك لو في استوانة مش جغلة مظبوط أو حصل لها الشامعة الاحتياجاتها انطفيت، فالاستوانة بتدخل وكود وتخرج ومفيش حرق أو طاقة تخرج منها، فبيقضي إلى خلخلق، نفس الشيء في السيارة العادية اللي إحنا بنركبها عندك لما بيقول لك إيه إن في مشكلة الكهرباء بيعرفها زي الميكانيكي إنه لما بيعرف إن شمعة الاحتراك واحدا طفقت، فتلاقي المحرك بيبرجل وبيعمل زي بيسقف، تمام؟ بتسمع تاك تاك تاك، ده اللي بيحصل في المحرك معناه إن في مشكلة في الاحتراك، فأكيد لازم لو استوانة واحدة بس وبتعمل كده، فلما بقى لك بقى في صهيرة سباق، أنت معتمد على قوة محرك كاملة، لما يحصل لغبطة فجأة المحرك بيعيش متوازن، بيعيش بيخرج طاقة منتظمة صحيحة بالأرقام المفووضة يخرجها، لازم يحصل المشكلة دين إنه صارت تتأخذ. نوافل الألوسي، السلام عليكم أستاذ محمد، أحمد هذا نوفل الألوسي، اللي بالأسبوع الماضي قلت لها نوفل اكتب اسمك هيتي، نوفل. نوفل، نوفل الألوسي، نوفل الألوسي، نوفل، نوفل الألوسي، نعم مش غلطتي وما صلحاش أعملان أي طيب، السلام عليكم أستاذ محمد والأستاذ داود، رأيكم رأيكم هذا الموسم الأخير لفيتل مع فراري خصوصا لو استمر له قيب التطور والوصول للمنصة. لا أعتقد ذلك، لا أعتقد، لا أعتقد. فيتل قبل أيام تكلم بهذا الموضوع، قال لن أغادر الفراري، والمهمة لم تكتم من بعد، المهمة يقصد أنه أن يكون بطل عالم مع فراري، ولا أظن أن فيتل من النوع الذي يستسلم فيه في المعارك، يبقى يقاتل حتى آخر لحظة، لذلك لا أعتقد، هو لديه عقد إلى موسم 21، يعني هذا الموسم والموسم القادم، لذلك لا أعتقد، لا أعتقد أن فيتل من النوع الذي ينسحب من المعارك، أو يعتزل بسبب سطوع النجم آخر، بالعكس، هذه سطوع النجم لوكلير سيؤدي إلى فوز الفراري ببطولة العالم للصانعين، وهذا مهم أكثر للفراري من بطولة السائقين، لأن الأموال توزق على بطولة الصانعين، وليس على السائقين، لذلك لا أعتقد، يمكن أن يكون بطولة العالم أربع مرات، وقاعد مع فراري عدة سنوات، لو ما يحصل أي إنجاز، فممكن دي بوضي يبقى له تأسير في رأيه، وأنا شايف أن القرار ده، ممكن يغير رأيه، وبعد كده، هنسى قدمنا موسم 2019 و2020، هايبال في 2020، على كرب منتصف الموسم، هل هيجدد مع الفراري؟ لا، بداية موسم 2021، لأن العقد ينتهي في 2021، لكن أخي محمد، من البديل؟ أسألك سؤال، من البديل؟ من البديل اللي فتعه؟ تأتي بمن؟ والله يا مادم يا فراري خالصات، وأنا هي بتجيب شباب، فهي ممكن تجيب حد أصغر منه، أو مش لازم ببطل عالم؟ ربما، لكن، لكن، تأتي بشخص، معاك، لكن تأتي بشخص، تأتي بشخص شاب، ليس لديه خبرة، لا يستطيع جمع النقاط للفوز بطولة عالم السائقين؟ عفون للصانعين؟ مش لازم يكون ليس لديه خبرة، أنت ممكن تجيب مثلا، عندك مين من الشباب الموجودين الممكن أكوية في الموضوع دوت، أو من السائقين الموجودين عمتا، ممكن يرجع كيميرايكون تاني لفراري، ممكن يجيب ماكس، ممكن دانيال ريكاردو، هلكم بيرد، دانيال ريكارد، ربما، لكن هذا فيما لو استغنت بقية الفرقة، كل السائقين دول اللي هم خبرة في الفورميل وان، كل العقوب بتاعتهم كلهم تنتهي 2020 أو 2021، وليس أكثر من هذا، بالزبط، فهو أنت تتوقع أن في عدة اختيرات لفراري، ممكن من نهاية الموسم ده، أو بداية الموسم القادم، يبدأوا يتحدثون مع السائقين، أو يشوفوا اختيراتهم إيه، ويشوفوا مين يقدروا يتطفقهم معه، بالزبط، فهو كل الأمور دي لن تتضح اللي على الموسم القادم إن شاء الله، عندنا محمد نور، حبيبي محمد نور، بيقول هلك ليه سيحتاج إلى تغيير محرك، وهل سيحصل على جزاء نتيجة هذا التغيير، والله يهو فعلا لو حصل تغيير للمحرك نفسه، فممكن ياخد جزاء، لأن القانوني بيقول إن المحرك لو أنهى بيه السباق جديد، وأنهى بيه السباق أو أكثر من سباق، ويغيروا، أو أحدى وحدات الطاقة، فهو يحتاج أن يأخذ زببول بيلنتي على شبكة الانتراك، أخي محمد، هو الآن، حسب ما أعلن ماتيا بنيتو، مدير الفريق، قال سنأخذ المحرك إلى المصنع في مارنيلو، لفحصه، والتأكد من عنده، وبعد ذلك سنختبره في الصين، وحدات الطاقة الحالية، هي عبارة عن محرك زائد منظومة ERS، مجيو كي، مجيو أتش، والبطارية، بالضبط، محرك الاحتراق الداخلي، لديه أظن كم؟ عشر مراكز؟ أظن عشر مراكز، لأنه لديه المشكلة في محرك الاحتراق الداخلي، وليس في كل المحرك، فالفراري لن تغير جميع أجزاء المحرك، ستغير فقط، محرك الاحتراق، بالضبط، بالضبط، اللي هو أظن علي عشر مراكز، فأعتقد ننتظر ونرى، لا نستطيع أن نجزم أنه ربما في مشكلة، ربما ليست هناك مشكلة، لذلك ننتظر ونرى، ننتظر حتى تشعر في سباق الصين، نوضح لأصدقائنا أن في لغة الفرميلا ون، وحدة الطاقة تشمل المحركة التيرجو، والبطاريات وأجزاء أخرى، خاصة بوحدات الطاقة، هي دي بالمحرك، اللي هي تحويل الطاقة الحرارية، الطاقة الكهربائية وكلام ده كله، دي كلها، وإحنا شرحناها في إحدى المنشورات، أبدا كده على الصفحة، وأصنعيب نشرها تاني، للتوضيح، كل ده بيخش تحت من قسم، وحدة الطاقة، فوحدة الطاقة، احنا دلوقتي، تقريباً على حسب الفهمنا منهم، أنه خاصة بالمحرك، والوحدة الاحتراق، فإذا فعلاً هو كان فيه مشكلة، حيبان، ممكن في الصين إنهم ما يجربوه، يكون تصلحت المشكلة، والدنيا زي الفل، ونفس المحرك، ممكن لا، ما يحصل فيه مشكلة، يجربوه يوم الجمعة، ما ينفعش يطور يستخدمه محرك جديد، الله أعلم، بس لو حصل إنه هو غير محرك، فهو هيتأخر عشر مراكز، لو إحدى الكتعة الأخرى، ممكن يكون هي السببه، واحتاج لتغيرة، حيبان وقتها، الحكم إيه، وهيتأخر كم درجة، نعم، 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 عندنا أبو هادي، عفواً، ولكن لا أتكلم على عصائرات هذه السنة، السباك الثاني مشكلة أيضاً في المحرك، أنا أعتقد عن اعتقاد الشخص إن الفراري ستغير مفهوم فتحة التعواء للمحرك، وهذه هي المشكلة في رأي، وخاصة إن هذه السنة فتحة التعواء الفراري نحيفة جداً، وأعتقد إن هذه هي المشكلة الرئيسية، لا، لا أعتقد ذلك، لا أعتقد ذلك، لا أعتقد ذلك، أبو هادي، أنت لو سمعت أرجع للسباك تاني، على فكرة أنا بعض الأصدقاء أنا بس عشي نبههم، كانوا يسألوا على عادة السباك على MBC Action، إحنا مش عارفين المعارقة إمتى لما فيش أي حاجة على الموقع MBC Action على الجدول بيخص بالقناة، أو على الجدول بيطلع الريسيفر بتاع البرامج، بتاع القناة، ففي صفحة اسمها سباكات، بترفع السباكات ديها، هي رفعة لايف، السباك بتاع MBC، السباك بتاع البحرين من على MBC Action بالعربي، هنحط لكم اللينك بتاع الفيديو وتتفرجوا عليه، ولينك الصفحة عشان تتابعوها دايما، لو دخلت وتفرجت على السباكات، أبو هادي، اتفرج على السباك تاني بتاع البحرين، راجع تاني التيم ريديو اللي عدوه عدة مرات لما كان بيشتكي، من المحرك، وفي إحدى اللقطات الريبلية، كان جابوا، جابوا بس لقطة صوت المحرك، هو بيقوم بالغيرات، هتسمع أن صوت المحرك غير عادي، فهل ده ليس لها علاقة بفتحة التهوية، ممكن يكون المشكلة حاجة داخل محرك الاحتراق، أو زي ما قال بونيتو، أو ممكن يكون حاجة أخرى سبب مشكلة المحرك الاحتراق، وده اللي هنعرفه في الأيام القادمة إن شاء الله، أبو هادي بيقول، والسؤال التاني، هل لديكم معلومات عن قوانين 2020؟ مش 2020، 2021، بالضبط، و2021 و2020 هي بس بيقولوا حكاية الفتحات التهوية بتاعت الفرام العجلات الأمامية، وإلا هتتغير؟ هتكون قياسية، هتكون قياسية، هتكون قياسية، أيو بالضبط، يعني لا، ما هيتبقى تغيير للفرق كلها، لأن هي مش هتبقى زي كل فريق بيصممها بالشكل الذي يريده، هيبقى لها شكل موحد لجميع الفرق، وإسلوب تركيب موحد غصباً عنها الفرق، أو هتضطر للفرق، إن هي تعمل طرق تثبيت سبتة موحدة ما بينها كلها عشان تثبت جزء دواته، لكن بالنسبة لأبو خادي، بالنسبة لقوانين 2021، القوانين لم تقر لحد الآن، بالذات هي قوانين كثيرة وأشياء كثيرة، بالنسبة لقوانين المحركات، أنه سيبقون على هذه الصغة من المحركات، اللي هي V6 1.6، بالإضافة إلى توربو تشارجر، ومنظومة الإيرتز، اللي هي Energy Recovering System، اللي هي تتكون من MGUH والبطارية، لكن التغيير اللي راح يكون في هذه المحركات، أنه سيرفعون مستوى تدفق الوقود، المستوى الحالي لتدفق الوقود هو 100 كيلوغرام بالثانية، هذا راح يرفعوه، هذه مسألة 100 كيلوغرام بالثانية، وإذا تتذكر، في موسم 2014، في موسم 2014، تم إخراج، بعد أن كسب دانيان ريكاردو المركز الثالث في سباق أستراليا، أنه لما وصل للمنصة، في المركز الثاني أو الثالث، في المركز الثالث، تم إلغاء نتيجته، لأنه مستوى تدفق الوقود كان أكثر من اللازم، واشتكى فريق مارسيدس على فريق الرجبول، وأحيلت إلى المحكمة، ولذلك تم شطب نتيجة دانيان ريكاردو، والذي ورث النتيجة هو كيفين ماغنسن، وهذه هي المنصة الوحيدة لكيفين ماغنسن في الفورمولا 1، المركز الثالث في سباق أستراليا، لذلك مستوى تدفق الوقود سيكون مرتفع، لكن كم لا أعلم، لكن سيكون أعلى من 100 كيلوغرام، هذه النقطة الأولى، نحن نعرف أنه مستوى أو كمية الطاقة المعادة من الـ ERS أظن 150 أحصان أظن أربعة ميجاجول أظن أربعة ميجاجول، أظن أربعة ميجاجول سيتم رفعها 170 تعريباً، 150-170 في الحدود، نعم، لكن أقصد ميجاجول سيتم رفعها، تذكر العام الماضي، الـ FIA وضعت متحسس ثاني لقراءة الطاقة المستعدة من البطارية، تذكر هذا في سباق الفراري، لكن الفراري كان لها مشكلة، لأن الفراري استخدمت البطارية بدلا أن تبقى بطارية واحدة كبيرة، أسمتها اثنين، فعندها بطاريتين، بالضبط، قسمتها بطاريتين، لأنها بطارية للـ MGUK، وبطارية للـ MGUH، بالضبط، أن الطاقة غير محدودة، الطاقة في منظومة ERS ستكون غير محدودة، هذه واحدة من القوانين، من قوانين المحركات، اللي الآن يتم النقاش، لذلك، الوصول لألف إحصان في هذه المحركات سيكون بسهولة، نعم، نعم، بالضبط، بيقول لعبدالهادي، ولتا، كان دي سؤال راح فين، ولتا تعقدون أن ألونسو، ممكن أن يرجع إلى الفراري في الموسم القادم، أكيد، مكان فيتل؟ مكان فيتل؟ لا، لا، صعب، أنا يعود، صعبا، بص، أنا أقول لك على حاجة عبدالهادي، عشان بسي بعرفها، ألونسو، الفريق اللي دخل فيه، خرج منه، والفريق مش عايزه يرجع هنا، لسبب بسيط جدا، ودي عارفكها معروفة للعمة، مش حاجة صفية هذه، ألونسو، تعاملاته مع الفريق، وإدارة الفريق، صعبة جدا، وجديدة جدا، حتى إحنا بمشوف في التيمو ريديو، أسلوب كلامه، وطريقته معهم، خلاص، لما ما صدقه، أوكي، مع السلامة، مش عايفة قولي، جبهه تاني، حتى بعض الفرق، قالت، إنه هو كان يدخل في كل شيء، ليس له علاقة به، بالفريق، سواء كان ليه علاقة بالسيارة، أو السباك، أو غيره، وبعض الأشياء لده، يعني، يعني، مش هو كانوا صاعق في الفريق، وأن هم تيمورك، لا، زي ما كنن هم اللي شغالين عندهم، على صح، لو جبنا ده، اسلوبه معهم، يعني، حتى اسلوبه كان، يعني، زي ما يقوله، صعب في الكلام، وكلام جارح معهم، وكان، يعني، الملخص يعني، يعني، هو كان مع فراري، خرج بفراري، وفراري مش هترجعه تالي، كان مع مكلارين، أولولا، ارتباطاته مع المكلارين، فاحتمال كبير، يرجع للمكلارين، باحتمال، يعني، أخي محمد، يعني، يعني، أصبح كبير بالعمر، ماذا؟ يا لا، هو في الانديكار دلوقتي، ولسه مجرب سيارة رالي الأسبوع اللي فات، مش عارف فين، والكلام ده كله، يعني، هو لسه مدرش، بس هو يبطل بس إيه، دماغه الصعبة شوية دي، أو النشفة دي شوية، عشان الدنيا تسلك، كل ساقه، كل ساقه، الكاريزمة ماتتب، يعني، الكاريزمة بخاصة بيه، يعني، بس هو كاريزمة صعبة، يعني في إحدى السبقات، مثلا، كان بيتناقش مع الفريق تيم ريديو، بيقول لهم، معناش إطارات، معناش محرك، مش عارف إيه، انتو حطين أمل على إيه، أنا مش فريق معايا، ده مش كلام، يعني ما يخالف، لا، أخي، هذه مع المكلارن، يعني، سأم، سأم الوعود، يعني، سأم، وهو يعني، يعني حتى لا برضو، إحنا كنا نشوف مع فريق ريديو، برضو، بعض المواقف معه برضو، كان حتى برضو اسلوب جاف شوية كده، عنيف يعني، نعم، 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 طيب، عبدالهادي يقول لي، برضو، خاصة أني أسمع عن أخبار، إن من ممكن، لو فاشل فتحة الموسم مع فريق، سيكون ورائيه الخاص، سيكون ألونس مكانه، ورائيه الخاص، لو كان ألونس مكان فتحة، في 2017، كان فازة بالبطولة، أو رأيه، ده رأي عبدالهادي، لا تستطيع الجذب، لا تستطيع الجذب، لا تستطيع الجذب، بداية، نعم، محدش عارف اللي ممكن، عبدالهادي يقول لي، 2018، محدش عارفه، لا، أخي أخي أبو غادي، أبو غادي، لو ندخل في عالم الافتراضات، لن نخرج منه، بالذب، لو بقينا نتكلم، عشرين سنة جدا، فهذه الافتراضات، لو، فنتركها، يعني، لأنني لاحظت أثناء الأون بورد، يعطي سرعة أكبر من باقي السيارات، لا، فتحة الـ DRS، فتحة الـ DRS قياسية، 85 ملي، في كل السيارات، في كل السيارات، هذه من القوانين، من قوانين فورميل، لذلك، أن تكسب سرعة إضافية، هذه بسبب قوة المحرك، وقوة المحرك على الخطوط المستقيمة، وهذا اللي قال لويس هاملتون، تتوالف، قال الفراري لديها سرعة خارقة على الخطوط المستقيمة، لذلك، هذه النقطة أنك رأيت أنه، أنك رأيت الفراري لها سرعة على الخطوط المستقيمة، هذا بسبب قوة المحرك، والسيارة، والانسيابية، لكن هي تعطي 35 كيلومتر في الساعة إضافية، بالضبط، وعشان كده هو الـ DRS دائماً تلاقيها على الساعة، ومش مع الفراري، مع كل السيارات، أي سيارة بتفتح DRS، بيبقى سهل جداً أنها تتجاوز السيارة الأمامها، مدام هي قريبة منها، محمد نور بيسأل سؤال أزيز جداً، هل الكؤوس للمراكز السلاسة الأولى يحتفز بها السائكون لشكل شخصي، أم يحتفز بها القريب؟ هذي لسا أقين، وإذا لو دقق الـ فعالمنصة يلاقي أن في دائماً السائق الفائز بيجي مندوب من فريق، وممثل للفريق بيستلم كأس الفريق، ده الكأس بيحتفز بالفريق، إنما السائقين بيبقى كل كأس عنده، بالضبط، كأس الفريق؟ نعم، نعم، يعني تلاقي السائقين كده بص، محمد نور اللي بيخش ينضموا للفرق التلاتة الكبار، بيبدأوا يجهزوا إيه بقى عندهم في البيت كده، كم رف كده، يستعد نشوف كم جايزة يحطوهم، وربنا يكرم إيه؟ الحيطة تكفي ما يخشش على الحيطة اللي بعدها، ويطلع البلكونة، وربنا يساعد، المهم، عندنا إيه؟ معتوب محمد، قوي الشخصية بطل يا أخوان، بطل، مضحك، هو قوي الشخصية بدرجة مش طبيعية، بصراحة يعني، الله صائق، قوي قوي، أنا أقول لكم على حاجة أنت هتلاقوا في الفيديوهات القادمة، بعد كده هي مش مقصودة، بس كانت بتعجبني، يعني بحطها كان نوع من اسلوب تعمل للصائقين، ما بتاع في بعض الفيديوهات كده، كنت عبا أجيب شوتس مخصوصا لأون بورد كده، أو تيم ريديو، ألونسو مع التيم بتاعه، في حاجات لطيفة جدا، عندنا أبوهادي بيقول فراري ستطرد فيتل إذا فشل هذه السنة، ولو أعطوني للحظة أن أكون مدير فراري لجبت ريكاردو مكان فيتل، ويضحك، أبوهادي بيضحك، عرفنا باللغة أن أبوهادي بيشجع منك، هو قاعت في الفخ يا أبوهادي، بيشجع ريكاردو، يعني لا تستطيع أن تجزن أنه، يعني هذه وجهة نظرك، لكن وجهة نظر فراري، يعني تذكر موسم 2014، أين كانت الفراري، وانظر إلى النقلة اللي حصلت في موسم 2015، في موسم 2015، الفراري فازت في ثلاث جوائز كبرى، في ماليزيا، وفي هنغاريا، وفي سنغافورة، وفيتل وكيمي ساعدوا على تطوير الفراري بفرق كبير، فراري شاسعة، فراري قاعدت سنين ما حدش بيسمع عنها في المنصة، لذلك يعني أنه هذا رأيك الشخصي، وأنا أحترمه، يعني لا أستطيع أن أقول لك شيء، ما ده ما أختار ريكاردو، فقط أعرف أنه يحب ريكاردو، بالتأكيد، هو ريكاردو لزيز على فكرة بكل حاجة، بس أعبه أنه يحب يقعد يشرب الجزمة، وحيشرب فريق رينو من الجزمة قريمة، تزبره بس، أنا مش هنسى، أول ما أعلنوا الموسم الماضي في الأجازة الصيفية، أن ريكاردو مضى مع فريق رينو، فجابوا لقطة لأعضاء رينو، مسكين الجزمة، وهيشربه، والمدير واقفة، بلوم يتعملوا بلوله، عشان ريكاردو، بنتمرر من دلوقتي، عشان ريكاردو، حيشربنا من الجزمة، هلومش لما يجي عندنا الأول، بالتأكيد، بالتأكيد، يعني هو شخصية مرحة، بالتأكيد، هو دائما يوصف بالسائق المرح، يريد أن يأتي في ريكاردو، هذا هو رأي الشخصي، نعم، بطبع، عندنا إياس سلمان، هل ستجد معركة، هل سنجد معركة وقود بين شيل وبيتروناس؟ بالتأكيد، معركة تطوير وقود، شيل وبيتروناس، وأيضا أكسين موبيل، شيل وبيتروناس، لأنه شيل مزودة لفراري، وبيتروناس لمرسيدس، آآ، شيل لسوري، شيل للفراري، والمرسيدس، فهذه المعركة لتقديم أفضل خلطة من الوقود لمحركات المرسيدس، والفراري، وأيضا أكسين موبيل داخل على الخط مع الريدبول، لذلك هذه الشركات العملاطة الثلاث، تتنافس فيما بينها حتى تقدم أفضل تركيبة من الوقود والزيوت للفرق الفورميلوان، فالمعركة موجودة، لذلك سألوني بس عشان أنا عندي فيه كومنت اختفى كان قدامي تعم محمد نور، آآ، راح فين أنا كنت فين دولاد، والدنيا بحركت وأنا بس بحرك الكومنت بتاعكم طويل، هنا محمد، محمد نور، لا هي هو محمد نور، يقول عندما تم حرمان ريكاردو من المركز الثالث، وذهب إلى سائق آخر في إستراليا 2014، هل أرجع الكأس للسائق الآخر؟ بالتأكيد يعطي الكأس، يعني أخواني يحتفظ بي، وأيضا هذه حدثت في المكسيك، في المكسيك 2016، عندما وصل ماكس إلى المنصة، وهو في المنصة، يعني أبلغ بعقوبة خمس ثواني، فصعد فيتيال للمنصة، وبعد أن وصل فيتيال للمنصة، واحتفل على المنصة، أتت تعقوبة من عشر ثواني، وعاد خلف ماكس، إذا يذكر محمد نور في سباق المكسيك 2016، لذلك بالتأكيد يعطي الكأس للي يستحقه، ولا يحتفظ به، ومعطوك محمد دول عندك ريكو على ريكاردو، يعني يمتع في السباقات، وعندنا أبو هادي بيتحك دحكا للسنين، عندنا أحمد بوريشا، فيتيل، كتر انزلاقات 2018-2019، نعم، هي العام الماضي نعم، أخطأ، وهذا الموسم في سباق البحرين، قال أنا أتحمل الخطأ، هو السبب، سبب الانزلاق، أنا لا أريد أن أبرر للي فيتيل، لكن سبب الانزلاق، أولا الريح عالية على الجناح الخلفي، حتى أن أظن جورج رسل، أم لاندو نوريس، لا أذكر، أبقى جورج رسل، قال لا أعرف كيف كانوا يسوقون السيارات على الخطوط المستقيمة، لذلك قوة الريح كانت تؤثر على السيارة، هذه النقطة الأولى، النقطة الثانية، أن هذه السيارات، هذه الحقبة من السيارات، معدل العزم التورك الخارج من المحرك عالي جداً، لذلك بمجرد أن يعود على دواسة الوقود بشكل عدائي، يحصل عنده التفاص، لنذكر سباق الصين 2017، تذكر سباق الصين 2017، عشيخ محمد، عندما كان جوفيناتسي، عندما كان في ساوبر، وعلى الخط المستقيم، بمجرد أن أعاد على دواسة الوقود بشكل عدائي، التفت السيارة، وحصل حادث وأدى إلى دخول سيارة الأمام، عند خط البداية والنهاية، لذلك هذه السيارات التورك العالي جداً، من المحرك سبب عندما كان في المنعظف، فتيل عاد بشكل عدائي على دواسة الوقود، فكان مستوى العزم في الإطارات الأمام، لذلك حدث الالتفاص، وأظن أيضاً الكاميرا بتاعت الحالبة اللي جايبة السيارة مرسيدسوية، بيتعدي من جنبية لويس هاملتون، أظن أرضاً مع الرياح الجنبية والتورك اللي حصل دوت، إنه أصلاً حاول يثبت السيارة حتى لا يصطدم بمرسيدس بلويس هاملتون، لأنه قريب بينه، فكل دي ساعدت إن السيارة عملت سبينج، بالتأكيد، فتيلو قال قال تفاجأ، بالضبط، هو قال إنه تفاجأ، فمعني هو، وهو اعترض، قال أنا أتحمل المسؤولية، هو بالضبط، مش لفرار، مش لفيتل بس، بس الجميع الساقكين هم لسه السيارات محتاجة زبط، ومحتاجة تعود على التحديثات والأشياء الجريدة، تغييرات الجريدة في موسم عالفين مساعتاشر، حتى يتم الزبط السيارة بما يناسب كل ساق، لأنه كل ساق ليه احتياجاته غير زميله، كل ساق غير الآخر بالزبط، فهي كل ساق محتاجة زبط ودراسة خاصة بها، فهما لسه، يعني التجربة الشتوية دي، فاكرة داود لما كنت بتقول لي، إيه رأيك في التجربة الشتوية تطلع منها بإيه؟ قلت لك أنا لا أعتمد ولا أعترف بها، دي مجرد هما بيجربوا القطع، الكوانين الجديدة والتغييرات الجديدة في السيارة، فهي لا تعطي، دي ليست نتائج، نقدر نقول منها حاجة، نبدأ نتكلم، ما يبدأ الموسم فعلا، لأن انت عمدك يبقى السائق تحت ضغط الفريق، تحت ضغط، اللي هو بيسموه ضغط السباء، ضغط الموسم، تحديثات محدودة، التطوير محدود ليس زي الاختبارات الشتوية، فريق مرسيديس، لو نفتكر، وفراري، ومعظم الفرق في الاختبارات الشتوية، كانوا جايبين عدد وكمية تحديثات لكل شيء في السيارة غير طبيعي، تمام، وكانوا يطلعوا يعملوا كم لفة، ويرجعوا يغيروا القطع وهكذا، فطبعاً ده غير مش مصموح به في الموسم، بيبقى ليك عدد محدود، فعلشان كده كان الاختبارات الشتوية دي ليست رؤية، وليست رقم، وليست تدي منظور لشيء، غير ان احنا بس خلص اوكي تفرجنا استمتع، شفنا كتا عن السيارات الشكلات بعملت ازاي، الأفكار الخاصة بالتحديثات، بس القرية الفعالية تبدأ مع موسم 2019، منادرش أن نحكم من أول سباق عشان التغييرات والتعديثات الجديدة، كلها الخاصة بكوانين السيارة، نحكم بعد ثالث سباق أو رابع سباق، نبدأ نقول الاتجاه هيبدأ يمشي زي مع القرية، والدليل على ذلك لو تفتكروا الموسم الماضي، مرسيدس منتصى في الموسم، كانت أين؟ كانت خلفة في رابي، بعد الموسم كانت فين؟ كانت متصدرة البطولة، نحن لسه منعفش الدنيا أخبارها هي، بالزرعة، عندنا سليم عثمان، بيقول ما الفرق بين أبعد؟ مرسيدس والفراري، سيارة مرسيدس والفراري، وهل تمهم في السباقات؟ نعم، أولا أخي، يعني، يعني خليكن سليم عثمان، يعني خليكن واثق أنه عرض السيارة محكوم بالقانون، عرض السيارة، عرض السيارة، بالضغط، محكوم بالقانون اللي هو مترين، لكن، أظن مترين، لكن طول السيارة، وهذه طبعا من الفجوات في قوانين السيارات، أنه ما خالين طول محدد، هم مدين طول قاعدة العجلات، ماكسيما ومنهم، هم، بالضغط، لا لا لا، ما محددين، ما محددين، ما محددين، لا، لا، ما أنتك الممكن تلاقي سيارة، مثلا، فورميلوان، طولها أقل من، من نصف سيارات الأخرى، يعني، لا لا لا، بالضغط، ليش ما تلجي، ليش ما تلجي، أولا، أنت عندك قطع قياسية لازم تكون متثبتة بالسيارة، أولا، محرك السيارة إلى مكان، ثانيا، خزان الوقود إلى مكان، ثالثا، جير بوكس إلى مكان، فهذه أين الضعحة؟ يعني، فأنت عندك، أرض السيارة محكوم بقانون، أما طول السيارة محكوم بقانون، أما الآن، أنا شفت قبل فترة نشروا مقالات ينشرون في، طول القاعدة، طول القاعدة، وأيضا، أظن زميل سأل، ما طول، أظن محمد نور، هو محمد نور العام الماضي، مو العام الماضي عفوا، الأسبوع الماضي، يعني السباغ الماضي، سأل ما طول سيارة الفورميلوان، وهذا انتققت علي كثيرا، طول سيارة الفورميلوان، يعني، غير محدد بقانون، لدينا طول القاعدة العجلات، هذه معروفة، أنا أقولت من شوية، إن قاعدة العجلات الأمامي 47 محدودة بمييمام وماكسيمام، أو لها طول محدد، لا يوجد قانون على سبيلت المحدد، أي من أجس Lauren's العجل الأمامي لأجسل العجل الخلفي، هذه قاعدة العجلات، إنما بقية طول السيارة، هذا من ح Але نشر السيلة، أنا لم يحصل بسيرته، أنا قليت على قاعدة الأجلات، ف Prepare for 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 free الفجوات. فقاعدة العجلات يعني الآن يعني المقالي يقول انه قاعدة المرسيدس هي اطول قاعدة. لكن انا اكاد اجزم انه هذه يعني هذه الارقام غير دقيقة. لانه هذا سر من اسرار الفرق. لن تكشف لن يكشف اي فريق قنطو قاعدة عجلاته. ابدا. لا بس هي فرق الفرميلة بتعمل تشك بترجع كل قطع السيارة وشوفها مطبقة القانونة. لا فاكيد يعني الارقام دي ده معروفة للفرميلة. لا 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 اخي هاي من اسرار اخي هذه من اسرار الفرق. لا تعلن عنها. لا تعلن عنها مطلقا. لانه هذا الطول. هذا الطول. طول العجلات. من قاعدة العجلة الخلفية الى القاعدة العجلة الامامية. هذا يعتبر سر من اسرار الفرق. لذلك لن يعلن اي فريق عن طول قاعدة عجلاته. هذه تحليلات لربما يعني في برامج في الكمبيوتر وتتعرف في هذا الموضوع. ربما يعني يأخذون ايش يسوون يعني سكيل. هذا السكيل لهذا ويقيسون. اما الفريق يعلن انه قاعدة عجلاته بهذا الطول لا يوجد. لا يوجد اي فريق يعني انه يعتبروه سر من اسرار الفرق. نعم. اذا عندك ابو هادي بيقول ومشجع انا متشجع متعصب. مشجع متعصب يقصد لمرسيديس ومع زهامر تايم اكيد لكن ريكاردو شخصية رائعة. وبعد هام يقصد هاملتون اكيد ريكاردو ما يدريم تيم هام ريكاردو. يعني يتمنى يكون الفريق عبارة عن هاملتون وريكاردو ما بعض. فعلا هو دريم تيميكون. فعلا. حيشنربه من الجزمة. باللغط لكن ريكاردو قال اني لو كنت معي هاملتون في نفس الفريق كنت انتصارت عليك. نعم بزبط. خاصة ريكاردو طويل حيخوف يعني. نعم بزبط. محمد نور هل نتوقع فريق فراري بلوكلير وميك شو ماخر. ميك شو ماخر. الله واعلم. ميك شو ماخر الله واعلم. لا احدا يعلم. لكن ميك شو ماخر يعني يحتاج هذا الموسم مع مع الفورمولة تو وبعدها ممكن من الممكن. بزبط. لمن انت توقعون انت كون الافضلية لفيتيل او لوكلير. الله واعلم. هو حاليا لوكلير يعتبر سيارته اه تريبا عاوة فيه وصل للزبط المثالي المريح ليه يتحكم في السيارة تكون سريعة. اه ممكن يحتاج وقت بس لزبط سيارته. اه بقيت. فتيل قال انه طول طول الاسبوع هو ما مرتاح في السيارة. فهذه يعني اه. عذاك اه مش مرتاح في استراليا ولا مرتاح في البحرين. طيبا فيه لسه مشكلة في زبط السيارة. زي ما احنا قلنا ان القراءات الاختبارات الشتوية دي. اه بتلاقي اعتارف بيها. هي انهم لايسة تحت ضغط و اه قطع غير كتير بيغيروها. وكلام ده كله في المجال مفتوح عندهم هو الموسم بيبقى محدودين في كل اسبع. وكل آآ فهي ممكن يكون هو مش قادر لسه يزبط سيارته. آآ فيه مشاكل آآ معها في السيارة في ناحية الزبط. سواء بها كان محرك أو انسيابية. القيادة. يعني حاجات كتير. آآ لوكلير طيب ان هو سيارته تعتبر شبهة آآ ممتازة. آآ مريح معه. آآ بتديله لأداء اللي هو عالي. اللي هو مشكلة المحركة كان زمانه فاس بالمنصة. آآ فانا اقدر ان نقول آآ لسه فراري. آآ بالنسبة لأعصد الفيتيل لسه نزور عليه شوية عبر ما يزبط السيارة سبعين تلاتة كمان هيبان وقتها الرؤية من سيكون ليه الافضلية في الموسم دوت لوكلير ام فيتيل. بس انا شايف ان آآ حركة جيدة جيدة عملتها فراري. آآ في السباء امس بتاع البحرين. ان لوكلير كان سريع. اصع من فيتيل وده اثبته في اللافة الاولى باقترابه عدة مرات وحاول تجاوزه بس كان يترجع. انه لا استمر انت تقدم عشان بسيدي صوراك. وفيتيل بطيء. وفعلا كان قرار حكيم جدا ياريت يستمروا عليه. ما يرجعوش للي يرجعوه في استراليا. لا خليك وردك. يعني ننتظر ونرى يعني لوكلير لوكلير سائق سريع جدا وصاحب موهبة لذلك يعني انا اتوقع يعني مو شخصيا فقط انا لكن ايضا المحللين والمتابعين للفورملا وان انه هو داخل معركة معركة السائقين. بطولة العالم للسائقين. هو في داخل المعركة. يعني هذي سباقين. هذا السباق الثاني. طيب اعزائي احنا لذلك يعني لذلك يعني لذلك المستوى يعني مستوى لوكلير يعني اثبته خلا يعني في في السباق استراليا وفي سباق البحرين يعني يعني كانت الابعد ايشك عن سرعته وعن موهبته يعني خلاص الان تيقن من من يتابع الفورملا وان ان هذا الشعب له موهبة رائعة وهو يعني ربما سيكون اسطورة الفورملا وان القادمة. ربما. ربما الله وعلا. طيب اعزائي اه انتهي وقت حلقتنا النهاردة كده بخصوص سباق البحرين احنا طريبا بقالنا ساعة ونص. المرة اللي فاكونا طوالنا ساعتين ونص او ده تلت ساعات اللي ربعا عاجة كده وناس كتير اه اطلق الوقت طويل جدا وبتاع واحنا نفسنا عندنا مصالح وشغله بنصحى بدل وكلام ده كله. فده اعتبر صاهر بالنسبة لنا. اه ننتهي حلقة الاسبوع ده اه وانه حاجة اخيرة بننبه عليها ان الفيديو سيزل حتى الصباح على الصفحة لمن يريد ان يصر عليه ويتفرج عليه لو يوم والصباح. بس بكرا ان شاء الله هيتم رفعه على اليوتيوب. اه وسنضع اللينك بالمنشور للفيديو اللي عايز يتابع اليوتيوب على فكرة قناة اليوتيوب معمولة علشان اه اللي عايز اه حتى بقناة هي قناة ارشفية ليس لغرض المائية قناة ارشفية فقط. انا المقصود منها اه ان انا الفيديوهات دي كلها بنعملها في القناة سواء عن الحربات سواء الستوديو. تبقى ارشيف سهل جدا تقدروا ترجعوا لها اه لكل موسم سواء الموسم ده من الموسم القادمة ان شاء الله. ومنها تقدروا تعملوا لها ده من لود لو حابتوا تنسجوها وكده. ربنا معنا ومعكم ان شاء الله وننتظركوا في سباق رقم الف سباق الصين بعد اسبوعين. وسباق الله اعلم ماذا سيحدث فيه ومعروف سباق الصين والسباقات القوية. والذي برضو من احنا السباقات الممكن يحتفظها درامة جميلة زي البحرين كده ومطاقع فيها اشياء غريبة. اه شكرا داود. داود سنبان من العلام. شكرا جدا. ونشكر اعزائنا واصدقاء الجمال. اهنا. اللي بيشرفونا كل سباق وكل استوديو. اه بس اخي محمد. اهنا علي. شا. علي. شالي. شاليش. شاليش. اسم القناة. اسم القناة بيت ستوب محمد صالح. بالزبط نفس اسم الصفحة مكتوب على اليوتيوب. بيت ستوب محمد صالح. تمام? اه. وان شاء الله اذا انا عودناكو كل يوم اتنين. اه. كل يوم سبت او حد. اه. على حسب الفيديو بس ما يخلص. هننزلكو الفيديو بتاع الحلبة داود الصين. وكل اه. اه. قبل كل سباق بنزلكو الفيديو بنعرفكو فيه بالحلبة. بيكون موجود على اليوتيوب. ونحط لكم لينك على الصفحة فيسبوك. عشان تقدروا تتبعوا بسهولة. وكنوا بجودات مختلفة ايضا تقدروا تشوفوها بطريقة بحيث تبقى سهلة عليكم. اه. نقول لكم تسباحوا على خير. والف خير. وشكرا. على الف خير. يعني تسباحوا على الف خير. يعني صراحة يعني كانت كانت يعني حلقة جميلة ومع تواصلكم معنا. فتسباحوا على الف خير. وان شاء الله نستمر معاكم في هذا الموسم. ان شاء الله. في السباقات القادمة. وملحوزة اخيرة بلمافل. انا بعد ما نخلص ان شاء الله الفيديو في منشور هنزله في لينك لسباء البحرين على صفحة السباقات على الفيسبوك. تتفرجوا على السباء اللي مقدرش يلحي السباق او فات منه جزء. هيقدر يتفرج عليه او حب يتفرج عليه مرة اخرى لاستمتاع هيقدر يتفرج عليه. نقول لكم تسباحوا على خير والف خير. وانا راكم ان شاء الله بعد سباق الصين. السباق رقم الف في الفورميلا وانا. باي باي. تسبحوا على خير مع السلامة مع السلامة مع السلامة.